حلقة النهاردة من الحلقات المهمة واللي لازم تسمعها للاخر لان عاجلا ام اجلا المحتوى اللي موجود فيها هتحتاجه وهتحتاجه قريب جدا جدا وبما انك في مصر فانت في الغالب دلوقتي محتاجه ومحتاجه جدا جدا لاننا دخلين على ايام عروض وانت محتاج ان يكون معاك رصيد على فيزا او على حساب بنكي عشان تقدر ان انت تشتري به الحاجات اللي انت محتاجها اقول لاين ومن اي دولة في العالم جاء كلامك النهاردة على واحد من اصدق واصرع وافضل المواقع اللي تقدر من خلاله انك تشحن الفيزا بتاعتك تشحن الحسابات البنكية بتاعتك بفودافون كيش لو انت موجود في مصر او باي طريقة موجودة في بلدك لو انت موجود في اي دولة في الوطن العربي وتحدي لان المواقع ده فعلا من المواقع المميزة مش كده وبس انت ممكن تسحب الرصيد اللي موجود في اي بنك الكتروني او اي فيزا موجودة على حسابك في اي محفظة في اي مكان في الوطن العربي برضو يعني انا بكلمك هنا على موقع وسيط مالي وموقع مضمون تسحب وتحول من خلاله بدون ادنى مشكلة وجاي كلمك النهاردة على تجربة عملية كمان باستخدام الموقع ده في شحن فيزا ري دوت باي وسحب رصيد اللي موجود في حساب ري دوت باي وتبقى حلقة مجمعة كده ان شاء الله طفيل للشباب اللي داخلين على شهر احداشر واثناشر اخر السنة والعروض اللي موجودة فيها وازاي كمان تستفاد منها نبدأ على بركة اللي ومن تسحب دعموكم باللايك وشيرو الكومنت ويلا بينا رجعت لكم مرة تاني وانا اسف افلت الفيس كام لان انا بصور بالموبايل ومحتاج دلوقت الموبايل في تأكيد عملية معينة هنحتاجها مع بعضينا هنعرفها مع بعضينا هكلمك النهاردة على موقع سبيسر مات اتكلمت عنه قبل كده في القناة من 3 اسابيع وفعلا من المواقع اللي اسبتت جدرتها وبقوة في المحتوى العربي بل وفي العالم كله حلقة من الحلقات المميزة اللي اتكلمت فيها عن مقدمة عن الموقع وازاي تسجل وتأكد وتفعل الاكاونت بتاعك فلازم ومهم جدا جدا تسمع الحلقة دي عشان تفهم وتطبق المحتوى اللي موجود في حلقة النهاردة بشكل مميز زي ما انتم شايفين دي كده الواجهة زي ما احنا متعودين وفعلا من المواقع المميزة واللي اضمنها لكم بنفسي لو دخلنا كده على فتح حساب لو انت لسه اول مرة عشان تقدر تفتح حساب بتحطين اسمك الاول واسمك الاخير وتأكد ان الاسم الاول والاسم الاخير يكون متطابق مع الاسم اللي موجود فيه الهوية اللي معاك تمام حط هنا الايميل ورقم الموبايل بتاعك بعد ما تختار الدولة وهنا كده اختار الجنسية اللي هي الدولة نفسها يعني وتاريخ الميلاد وهنا كده الجنس ونوع الحساب شخصي والاعمال واكتب البصر رضا مرتين واعلم على ايام نوت روبوت ودوس كده على تسجيل كل الكلام ده انا شرحته عملي في الحلقة اللي موجودة قدام منك دلوقتي وزي ما قلت لك هسيب لك اللينك بتاعها ان شاء الله في الوصف عندي اكاونت انا مصبك فهدفل على الاكاونت الخاص بيا عشان اهوريك وقل واجهة من جوه عاملة ازاي ونعرف كده ونطبق مع بعضينا ونشوف هنتعامل ازاي طيب انا كنت استخدمت الاكاونت بتاعي قبل كده في التحويل من بودافون كيش وكنت استخدمت في السحب من اه بايارو كانت التجربة الحمد لله كواسة جدا جدا وجايلي اكتر من رد من التقنيين الموقع فعلا من المواقع المميزة تعال بس كده في البداية خلاص اتكلم على اللي انا جاي اتكلم عليه اللي هو ازاي تقدر انك تشحن فيزاري دوت باي وتسحب الرصيد اللي موجود في فيزاري دوت باي باستخدام موقع وبعد كده بنتكلم على المميزات الموجودة في الموقع ده هصور لكم الشاشة زي ما انتم شايفين دلوقتي فتح قدامك الموبايل بتاعي خلاص اه ده اكاونت تجريبي خلاص مش هبعت من الاكاونت ده عشان برضو محدش يبقى مركز ولكن اه انا مجهز الموضوع ده بس للحلقة فده اكاونت تجريبي هجرب عليه هدخل دلوقتي لو انا عايز اسحب رصيد من اه فيزاري دوت باي يعني لو انا عندي رصيد دلوقتي على حسابي في ري دوت باي خلاص عايز اسحبه على اه مسلا ومن اسحبه على يعني عايز اسحب من ري دوت باي على كاش اعمل ايه هدخل على ايداع ايداع رصيد طبعا في الاول لان انا هعمل ايداع من الفيزا على آآ موقع وزي نتشافين لو انا اخترت عالمي او لو انا وقفت كده على عالمي هتلاقي قدام منك الكريبتو كارنسي البايير البانك ترانسفير ويسترن يونيون بيرفكت ماني وموني جرام وريا وبايونيير وريدو تبيو وغيرها كتير جدا جدا من الطرق اللي فعلا ممكن تستخدمها ده غير كده انت عندك المغرب فلسطين الاردن تركيا سوريا العراق مصر الامارات لابنان كل دي كده دول فيها طرق تقدر من خلالها انك تحول للرصيد من وإلى تمام فانا اختار من هنا كده وركزه معي هيفتح معي دلوقتي وهيدينا الاي دي انا عايز احول رصيد اللي موجود معي في آآ موقع او في محفظتي في على بودافونكاش هعمل ايه هاجي هنا كده على آآ خلاص هدوس كده على في آآ موقع نفسه او ريدو تبي وادوس كده على اليو اس دي تي بما ان الرصيد اللي عندي خلاص ومن هنا كده انت بتختار طبعا تي ار سي عشرين تمام او آآ خليك في تي ار سي عشرين عيدا تمام الادرس هنا انت بتكتب ده خلاص زي ما انت شافين ده كده انت بتكتبه في الادرس آآ في المكان ده تمام هتكتب هنا كده على سبيل المسال ادي واحد آآ سبعة خمسة ربعة خمسة تمام زيرو سبعة واحد ربعة تلاتة تمام وهنا كده بتكتبل المبلغ اللي انت هتبعته. انت هتبعت خمسين دولار. تبعت ستين دولار. تبعت مئة دولار. تبعت مئة دولار. بر besserك انت بس اقل حاجة هي عشرة دولار. زي ما انت شافين في الموقع بيقولك الحد الادنى عشرة دولار. والحد الاكسى هو آآ تلتمية دولار. فانت هتبعت ممن الحتتين دولر من عشرة لتلتمية. طبعا انا المبلغ نفسه مش موجود معي هنا في ده ولكن انا بشرح على نفسه وهبعت من اكاونت تاني. فلولي يكون هبعت على سبيل المسال خمسين. خلاص راحنا فين? طيب الدينة تهت مننا خالص. هدوس كده على مرة تاني. تمام? هوريك بس اللي عملية بتتم ازاي? وبعد ما اكتب هنا كده اه خمسين دولار. تمام? انا ما عنديش المدرق ده في الاكاونت ولكن بوريك الدينة مش ازاي? وهكتب هنا كده الايدي اللي ظهر قدام مني دلوقتي. وبعد ما بخلص تمام? بدوس كده على وباخد وباجي للمكان ده. بحط هنا كده الرقم المرجعي للحوالة. وبعد كده برفع صورة للحساب نفسه او بمعنى اخر الترانزاكشن اللي تمت من خلالك. وبدوس كده على لقد دفعت. انا طبعا هتم الموضوع ده. هقفل بس الشاشة بتاعة الموبايل وهخلص وهرجعلكم مرة تانية. طب شباب انا مجاهز الموضوع خلاص وخلصت يعني بعت على اه الحساب. الحساب ده الايدي ده تمام? هجي هنا احط الرقم المرجعي للحوالة. والرقم المرجعي ده بالمناسبة بيبقى ظهر بعد ما تتم العملية. تفش كده على اه بتلاقي العملية اللي انت تمتها. فش جوه هتلاقي الترانزاكشن ايدي. حط الترانزاكشن ايدي هنا. وارفع اه الخاصة بيك. طبعا انا مجاهز كل حاجة ان شاء الله. ودوس كده على لقد دفعت. وانا كده عملت عملية دفع في الموقع. زي ما انتم شايفين انا مستند بس لحد ما يتم. لو دخلت كده على سجل المعاملات هتلاقي اه يعني العمليات اللي تمت قبل كده. خلاص. بما فيها العملية اللي تحت اه يعني المراجعة دلوقتي من قبل الموقع نفسه. فانا هستنى لحد ما العملية ديتم وان شاء الله هرجعلكم اه لما يجي الرصيد عندي في الحساب هنا وبعد كده اوريكوا تسحبوا ازاي على ودفونكيش. وبعدها برضو اوريك ازاي تشحن اه فيزا ريدوت بي من الموقع نفسه. طبعا وكالعادة الموقع سريع جدا جدا وتمت العملية في اقل من نصف ساعة. كان الرصيد مسمع معانا دلوقتي. بعتنا من واستلمنا على موقع وهسحب دلوقتي من على والموضوع بيتم بسلاسة شديدة. عندنا الرصيد دلوقتي في الحساب ادخل على سحب الاموال عشان اسحب من لحسابي على او على اي طريقة تاني. هنا كده بكتب المبلغ اللي معي اللي انا عايز اسحابه. وليكن مسلا خمسين دولار. تمام? وبختار من هنا التحويل. نظام التحويل. انا اسحب الرصيد اللي على سبيسر مدة. على ايه بالزمن? على محافظها مسلا على شغال. اسحابه على شغال. اشحن بيها مرة تاني شغال. ايوة انت ممكن بعد ما تشحن للموقع تشحن ريدوت بي تاني ونتكلم عنه كمان شوية. ممكن اختار اي طريقة تانية من هنا ما عندش ادنى مشكلة. واختار اي دولة من هنا احول لها برضو ما عندش ادنى مشكلة. انا اختار بودافون كيش بما ان اعايز اسحاب المبلغ نفسه على بودافون كيش. وهكتب هنا كده الرقم بتاعي خلاص. وانا سادفع الرسوم لو انا هيتخصم مني فهيبقى اربعة وخمسين انا معيش اربعة وخمسين دلوقتي لو معي خمسين. فهخلي المستلم سيدفع الرسوم يعني اتخصم من المستلم المبلغ نفسه الخاص بي الوكيل. تمام? فانا هكتب هنا الرقم ودوس كده على ارسال الان. وده اللي انا هعمله وهسيبلكم ان شاء الله سكرين شوت للعملية نفسها لما توصني وقت المونتاج. لما انتم شايفين دلوقتي لقد تم الدفع انا دفعت خمسين دولار دلوقتي وهتوصني ان شاء الله على المحفظة الخاصة بي بدون ادنى مشكلة. ارجع دلوقتي لي الرئيسية هلاقي ان الرصيد صفر معي عادي جدا جدا. انا سحبت خلاص المبلغ نفسه على بودافون كيش. ولما يوصني ان شاء الله هبدا اوريكم اثبات لي زي ما قلنا في الادت. طيب. دلوقتي يا ريان انا عايز يعني اشحن فيزا ري دوت بي. عاربت دلوقتي ازاي اسحب الرصيد ري دوت بي على بودافون كيش. انا معي دلوقتي رصيد على بودافون كيش او على اي موقع تاني. خلاص. وعايز اشحن فيزا ري دوت بي. اعمل ايه? ركزوا معي في الكلام اللي جاي لانه مهم جدا جدا. الخطوات بسيطة. اول حاجة تدخل على موقع وبعد كده بتشحن حسابك داخل هتدوس كده على ايه ده على خلاص. ابتاختار الطريقة اللي معاك عليها فلوس. خلاص? وعايز تنجلها من الطريقة دي لري دوت بي. معك رصيدة على البيبل وعايز تنجله ري دوت بي شغال. بتنجل وري دوت بي شغال. رية وتنجله ري دوت بي شغال. ويونيون شغال برضو. لو انت موجود مثلا في دولة من الدول دي. مروكو على سبيل المثال. وعايز تشحن البيزا بتاعتك باي طريقة ايه من دول. عندك مسلا فلسطين شغل بكل الطرق دي. عاديك طرق متاحة موجودة في الاردن دلوقتي حاليا. خلاص. عندك هنا تركيا لو كل الطرق دي متاحة معاك تشحن بها الاكاونت بتاعك عادي دون قدنا مشكلة. سوريا شغالة معاك برضو الطريقة دي. وعندك هنا كده العراق شغالة معاك التلت طرق دول. وعندك هنا في الاخر مصر شغالة معاك برضو التلت طرق دول. عندك هنا الامارات شغالة معاك برضو الاربع طرق دول. وعندك في الاخر لبنان خلاص الطريقتين دول شغالين معاك بتونه قد مشكلة. فانت بتختار الطريقة اللي معاك رصيد فيها. وبعد كده بتشحن حسابك داخل بالمبلغ نفسه. انا دلوقتي هشحن بودافون كاش. انا معايا بودافون كاش. وعايز احول من بودافون كاش لفيزا ريدوت بي. عشان هشحن بيها موقع معين او هشتري بيها منتج معين. فهروح على موقع والدولار معايا بتسعة واربعين جنيه وواحد او واحد ارش. تسعة واربعين جنيه يعني بالبلدي. خلاص? الدولار بتسعة واربعين جنيه. اعمل ايه? اخد الرقم ده. كمان? واروح ابعت عليه المبلغ اللي انا عايز ابعته. انا مسلا هشحن حسابي في اه بخمسين دولار. فابعت انا ازديادة عن الخمسين دولار باتنين دولار طياتا دولار عشان الرسوم اللي تتخصم مني. تمام? اخد الرقم ده. واحسب كده. خمسين. خلاص. خلالة بتاع معاك القلة الحزبة. واجيب القلة الحزبة كده. تمام? خمسين في. تمام? اه تسعة واربعين فاصلة واحد. هتساوي كام? الفين وربعمائة خمسة وخمسين جنيه. هبعت انا الفين وربعمائة خمسة وخمسين جنيه على الرقم ده. وبعد ما بخلص مبارسرة بحط هنا الرقم المرجعي للحوالة. ما عنديش رقم مرجعي للحوالة. اكتب رقمي اللي انا بعت منه. واجي هنا اخد اضيفها للمكان ده. من الحوالة اللي بعتها على اي طريقة. واضفها هنا وحط لو على اي طريقة تاني. لو بدا فون كاش هكتب رقمي. وفي الاخر دوس كده علاقة دفعت. وهتستنى لمراجعة. وفي خلال الاقل من ساعة هيسمع معاك الرصيد داخل موقع زي ما احنا عملنا من شوية مع تمام? بعد ما يكون معاك الرصيد هنا هتشحنه بقى على هتعمل ايه? تيجي على سحب الاموال. تمام? ومن سحب الاموال هتكتب المبلغ اللي انت عملت له شحن. هنا دلوقتي سفر اللي انا سحبت ما عنديش اي حاجة. ولكن يكون عندك هنا خمسين. فتكتب هنا كده خمسين. تمام? وتيجي هنا. تختار عالمي. ومن عالمي هتختار. وتكتب هنا كده الاي دي نمبر الخاص بك انت. تخش على الاي دي نمبر الخاص بك انت. وتضيفه هنا وتدوس كده على ارسل الان. وتنتظر ارسال الرصيد ده لحسابك في ري دوت بي. بدون ادنى مشكلة. فاقل من اربعة وعشرين ساعة. فاقل من ساعة كمان لو انت اه متاح في اوقات العمل رسمية داخل الموقع. عشان كده اقول لك الموقع ده فعلا من افضل المواقع اللي موجودة حاليا. خلاص. لانك بتشحل حسابك باي طريقة. وبتسحب على اي طريقة تاني موجودة في اي مكان في الوطن العربي لدول كتيرة جدا جدا من الدول اللي بنقول انها صعبة في سحب الرصيد عليها او التحويل منها زي العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول الاخرى. ده كده كان شرح عملي لكل جوانب اللي موجودة في موقع سواء كان سحب او ايداع تحويل. وطبعا في خدمة موجودة في الموقع اتكلمت عنها انا قابلي كده. اللي وهي خلاص. اه موضوع بوابة الدفع والكلام ده. ان شاء الله ليه ده حلقة تاني بقى. واحنا لسه اشغالين في الموضوع ده مع ادارة الموقع ان شاء الله. وليه ده حلقة تاني هنتكلم فيها على موضوع بوابة الدفع من آآ الخاصة بي ان شاء الله في الايام اللي جاية. وكان معاكم محمد الريان اي سؤال بقى اي استفسار انا جاهز ارد بالنيابة عن الموقع وبرضو ممكن تخش تكلموا الدعم الخاص بالموقع متواجد معاكم ان شاء الله في اي وقت ويردوا على اسئلتكم اول باول. كان معاكم محمد الريان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة